أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن 20 ألف شخص نصفهم من الأطفال يكبرون على الفرار من منازلهم في السودان كل يوم أفادت المنظمة أن حوالي 53% من النازحين هم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة ما يسلط الضوء على الضعف وعلى التحديات الهائلة التي يواجهها جيل الشباب الأغثر تدررا من الصرعات عام مضى وما زال الصراع مشتعلا في السودان مخلفا أكبر الأزمات الإنسانية في العالم ولا يعلم أحد متى أو كيف تنتهي في العام السابق ومع الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق النهائي بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد اندلعت مواجهات عنيفة دامية لم تهز السودان فحسب بل المنطقة برمتها ولم تتوقف المعارك التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل الفين ثلاثة وعشرين عند العاصمة الخرطوم وحدها إذ سرعان منتقلت إلى ولايات كانت بمنأة عن القتال الذي يدخل عامه الثاني بشبح المجاعة الأبشع في الكوكب ما يهدد بزيادة معاناة النازحين الذين اتخذوا من تلك الولايات ملاذا غير آمن لهم الأزمة على مدار ثلاثمائة وستة وستين يوما أدت إلى نزوح قرابة ستة ملايين وسبعمائة ألف شخص داخليا وفرار نحو مليون وثمانمائة ألف شخص إلى دول مجاورة وهو ما وصفته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأكبر أزمات النزوح وأصعبها في العالم ومنذ الوهلة الأولى قدمت مصر جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة على مختلف الأصعدة والمسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية حيث احتضنت أكثر من نصف مليون ضيف سوداني منذ بدء الأزمة ما زاد عدد السودانيين في مصر بمعدل خمسة أضعاف خلال عام واحد بمتوسط يومي ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف لاجئ وطالب لجوء كما استضافت القاهرة العديد من اللقاءات لبحث سبل إنهاء الصراع والتداعيات السلبية له على المنطقة ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية وذلك في إطار دور مصر الفاعل والمقدر كالشقيقة الكبرى للدول العربية والراعية الأولى لأزمات محيطها الإقليمي بالكامل